ورجعنا وياكم يا أصدقائي بمحاضرة جديدة من محاضرات اللغة الإنجليجية للصف الثالث متوسط في هذه المحاضرة سنتكلم عن Agreeing and Disagreeing الموافقة وعدم الموافقة باللغة الإنجليجية سنتعلم كيف نسوي جمل موافقة وكيف نسوي جمل عدم الموافقة وكيف نتجينا بالامتحان الوجار وبهذا نغطي هذا الموضوع كله فاهمي فيا الله تعالوا يادي أهلا وسهلا بكم أصدقائي طلاب الثالث متوسط ورجعنا وياكم بالمحاضرة الثالثة من محاضرات اللغة الإنجليجية للصف الثالث متوسط الوحدة الثالثة وبهاي المحاضرة سنتكلم عن Agreeing and Disagreeing الموافقة وعدم الموافقة سنتفهمها بشلون يعني نفهمها بشكل مضبوط وشلون تجينا بالامتحان الوزاري هذا الأهم فتعالوا يادي أول شي راح نتكلم عن Agreeing شلون نوافق طبعا الموافقة مثلا واحدة قل له تحب الشربة نقلك نعم ما تحب الشربة نعم هذا ما مركزوا ياكيجوز يعطي في العب بالموبايل تقول له تحب الشربة ايه ما تحب الشربة ايه خطراش فعندنا موافقة لشيء مثبت وموافقة لشيء غير مثبت فالموافقة تكون حول شيء والجملة منفية لو الموافقة موافقة رأي حول شيء والجملة مثبتة تمام فمثلا نقول تحب الشاي يعني مثبتة ما تحب الشاي منفية فتوافقنا الرأي على جملة مثبتة أو منفية تمام هاي الموافقة شلون نوافق على جملة مثبتة وشلون نوافق على جملة منفية فنوافق الرأي حول جملة منفية إذا تريد توافق على جملة حول شيء معين وكانت الجملة منفية نستخدم تستخدم نيذر دو آي أو نيذر أم آي تمام زين واحد يقول لي أستاذ يعني نستخدم هاي لو هاي لو اتنينهم صح أقلة لا حسب الجملة الجملة شنو إذا لقيت دو أستخدم نيذر دو آي إذا لقيت إز آر آم أستخدم آم تمام إذا لقيت إز أو آر أو آم إذا يمتدو إذا لقيت أي فعل مثلا هايت لايك تمام فهذني لو هاي لو هاي حسب الفعل المساعد أو الفعل الرئيسي نجاوب نخلي هاي أو هاي مثلا واحد يقول لي آم مثلا يقول لي I don't love stories ما أحب القصص أقلة نيذر دو آي ولا آني تمام واحد يقول I am آم إز آر آم I am not happy أنا لست سعيد أقلة نيذر أماي نيذر أماي آني هم مساعد تمام آني هم ضائج إذا ضائد تمام فنيذر أماي هاي أوافق حول جملة من فيه زيام شلونا موافق حول جملة مثبتة أوافق الرأي مع شخص أو مجموعة الشخص حول جملة شبيه من فيه تعالوا يعني عند موافقة الرأي حول شيء وكانت الجملة مثبتة نستخدم لو سو دو آي لو سو أماي سو دو آي سو أماي سو دو آي سو أماي حسب الفعل المساعد مثل ما قلنا بالطريقة هاي تمام الموافقة حول جملة من فيه نفسها الجملة مثبتة لكن شنو الاختلاف سو دو آي سو أماي بالاختلاف بالسو مو نيذر أو نايدر هاي تلفظ بلفظتين تمام سو دو آي سو أماي تمام سو دو آي سو أماي حسب الفعل إذا حدك إز آر آم تقول س والجملة من فيه تقول سو أماي إذا عدك جملة إذا عدك جملة مثبتة تمام و إز آر آم أستخدم سو أماي إذا تريد توافق الرأي إذا عدك جملة مثبتة تمام و بيها يعني فعل hate مثلا love مثبتة و موافق الرأي أقول سو دو آي تمام؟ هسا روح عرفنا موافقة الرأي حول جملة مثبتة لا سو دو آي لا سو أماي و إذا أريد نوافق الرأي حول جملة من فيه نقول لا هاي لا هاي حسب الفعل المساعد نمطيناها بالجملة عرفنا هاي و هاي بالموافقة ناخذ أمثلة نطبق بيها اللي حشينا مثلا قاية اللي I hate spiders I hate spiders أكره العناكب لقينا إز آر آم لا إذن أم الآم ما أستخدمها لا هاي ولا هاي نستخدم أم الدو هاي وحدة إش قايل لي؟ خنكمل الجملة قايل لي agree to his preference من تلقي agree؟ قدك لو agree لو disagree تمام؟ agree يعني معناها وافق بحكت بكم يعناها agree معناها وافق تمام؟ disagree لا توافق لا توافق لا توافق لا توافق الشخص أو الأشخاص بالرأي هاس احنا شنوه agree الموافقة هنوهن غايل لي agree to his preference وافق للرأيمان يقول لك I hate spiders الموافقة أقول عدي الموافقة لو سو دو سو دو اي لو سو ام اي هاي وحدة لو نيذر دو اي نيذر ام اي تمام؟ قد لو هاي يعني لو ذن لو ذن استبعدنا من الام لأن ما عدي إز آرام عدي لا زين لو سو دو اي لو نيذر دو اي هاي لو هاي باوعلي أشوف الجملة بيها نات لو لا إذا بيها نات أستخدم نيذر دو اي إذا ما بيها نات أستخدم سو دو اي فأشوف الجملة بيها إز آرام لا إذا لا سو ام اي ولا نيذر ام اي أشوفها بيها نات إذا بيها نات نيذر دو اي إذا ما بيها نات سو دو اي بيها نات لا إذا سو دو اي فأصير الجملة سو دو اي I hate spiders أكره العناقب سو دو اي وأنا هم أكرهن أموت من العناقب تمام؟ الثانية قال لك I don't like horses ما أحب الهورس أحصن أو الأحصنة agree وافق to his preference هذا الصيغة حفظوها تمام؟ I don't like horses ما أحب الهورس باوع يعني تعلمت شلون تفسخ الجملة مثل ما أحلمتكم تمام؟ أقول أول شيء إذ آرام عدي عدي إذ آرام؟ لا إذن لا So am I ولا Neither am I هاي شغل الشغل الثانية بقى تعدي هاي أو هاي Neither do I أو So do I أشوفها بيها نات لو لا إذا بيها نات أقول Neither do I وذا ما بيها نات أقول So do I I don't I don't not not إذن أقل Neither do I Neither Neither do I I تمام؟ ف I don't like horses ما أحب الأحصنة أو الأحصن إذا أريد أوافق الرأي إذا أريد أوافق الرأي أقول Neither do I ولا أنا ما أحبهم تمام؟ تسأل عبوه الذي تحب الأحصنة يقول لك Neither do I أقول لك أنا ما أحب الأحصنة عبوه شيء يقول لي Neither do I أنا هم ما أحبهم تمام؟ جزء يحب أبو صابر تمام؟ هاي الموافقة الرأي إذا كانت الجملة منفية أو مثبتة زيم هسا شو الروح؟ الروح ناخذ بعد نموذج ثالث تمام؟ ممكن يجينا على هاي الموافقة يالله تعالي السؤال الثالثي قايا اللي قايا They don't like her stories تمام؟ ممكن يجيب لي أهب هي الصيغة وهو يجيبها في الصيغة ويقول لك فراغ ومضيك اختيارات باوحة They don't like her stories ما يحبون her stories قصص الرهب قال لي Neither do I ولا آني يعني شنوه انت وافقت الرأي إذا موافقت الرأي لو تقول لي So do I لو Neither am I باوحة باوحة انت شنوه إذا مثل هي شحالة عن التتوافق الرأي أقول أول شي Is our am موجودة ما موجودة إذن أم الآم أوخرها أباوحة للشغلة الثانية Not إذا عندي Not Neither حتى وافقت الرأي حتى وافقت الرأي وذا ما عندي Not أستخدم So إذا عندي Not أقول Neither do I يعني ولا آني They don't like her stories Neither do I ولا آني تمام؟ ما يحبون القصص الرأي ولا آني أحبها Neither do I هسا الروح هاي افتهمنا الموافقة Agreeing موافقة الرأي بالجملة المنفية Neither do I Neither am I واحدة منها حسب الفعل المساعد وعند موافقة الرأي حول شيء وكانت الجملة مثبتا استخدمت So do I أو So am I حسب الجملة أوكي حسب الفعل أو الفعل المساعد وأخذ نصيغ أمثلة عليها هسا نروح لعدم الموافقة ناقذها وناخذ أمثلة عليها فهي الله تعالو يعلم تمام أصدقائي هسا نرجع لعدم الموافقة عدم الموافقة مثل ما تعلمنا بالموافقة عدم الموافقة معدنا الجملة المنفية وجملة مثبتة شلون يعني نخالف الرأي بالجملة المثبتة وشلون نخالف الرأي بالجملة المنفية قل لك عند عدم موافقة الرأي حول شيء وكانت جملة منفية إذا تريد يعني ما توافق على الرأي حول شيء وجملة منفية أقول لو I don't mind them لو I am حسب الفعل المساعد إذا is are am طبعا I am إذا ماكو is are am I don't mind them هاي حسب إذا كانت جملة منفية وما تريد توافق إذا تريد توافق الرأي والجملة مثبتة تقول لو I don't لو I am not إذا عدك فعل المساعد is are am أخلي I'm not إذا عدك الفعل المساعد يعني is are am تخلي I don't هاي عدم الموافقة بالرأي إذا كانت الجملة مثبتة وهاي عدم الموافقة بالرأي إذا كانت الجملة منفية خلي ناخذ أمثلة ونفتهم يعني الموضوع بشكل أوسع قال لي مثلا I like fish أحب السمك واحد قال I like fish أحب السمك disagree to his preference disagree لا توافق الرأي تمام to his preference يعني لا توافق الرأي بالتفضيل مع أنت I like fish باوع disagree اتفقنا شنوه عدنا الجملة من يعني الجملة منفية ومثبتة من الريد ما نوافق تمام إن جملة بيها نات لو لا الجملة ما بيها نات إذن أستبعد هذا الشيء أستبعد ذني أسى شغله بالجملة المثبتة تمام أشوفها هاي قلنا شنوه إذا الجملة ما منفية زين الشغلة الثانية أشوفها الجملة بيها إذ آر أم أقول هاي الجملة ما بيها إذ آر أم أقول هاي تمام أشوف I like بيها إذ آر أم لا إذن مو هاي مو I'm not إذن الجواب الصحيح I don't I like fish أقل له I don't فأول شغلة شوف الجملة من فيها لا إذن شغلنا مو يمذني I don't mind them أو I am شغلنا يمهاي I don't أو I'm not أشوفها بيها إذ آر أم لا إذن I don't إذ آر أم وجملة مثبتة أقول I'm not تمام فأقول هنا جوابي الجملة I like fish I don't أحب السمك أقل له I don't ما أحب السمك تمام جملة الثانية قال I am not afraid of snakes أنا ما أخاف من السمك لا فاعي disagree to his preference شون يعني تخالفه بالرأي أشوف الجملة مثبتة لو من فيه بيها نات إذن شغلنا مو هنا شغلنا يم I don't mind them و I am تمام أشوف إذ آر أم عدي عدي آم إذن ما أقول I don't mind them أقول I am فأم نت فريد أو سنيك سصير I am يعني أنا أخاف من الأفاعي I am تمام أتمنى أنه سفاديتوا من هذا الشرح ويعني شفته بسيط حاولوا ترتبون مثل ما رتبت لكم وحلوا الأمثلة حلوا لا أحطكم بعض نماذج وزارية حتى الضبطون الموضوع وإن شاء الله يعني سلس والسلس يلا تعالوا خلي ناخذ بعض النماذج الوزارية تمام أصدقائي ناخذ ثلاث نماذج وزارية حتى نختم الموضوع هذا فإنه مول أجي الأول قال I don't mind flies فلايز يعني هالذبابات I don't mind them I don't mind flies يعني ما عدوا مشكلة وهي الفلايز ما أكره I don't mind flies أقول So do I لو أقول Neither do I لو أقول Neither am I شون الجواب الصحيح I don't mind flies So do I Neither do I Neither am I شون نقول أتعلمنا إحنا يعني معناه هنا نوافق الرأي أقول أريد أوافق الرأي I don't mind flies من نلقى Is our arm عدي ما عدي إذن I neither am I أو أخرها أستبعدها بقت Neither do I So do I أقول جملة مثبتة لو من فيها من فيها إذن ما أستخدم So do I أستخدم Neither do I فأقول I don't mind flies معنا ما عندي ما نعوية ما أكره يعني أو الفلايز Neither do I ولا آني تمام ما أكره الضبابات ولا آني هاي الجملة الأولى جملة الثانية They don't mind spiders ما يكرهون الفلايز العناكب والعنكبوتات Neither did I No Neither do I No So do I بين خبصها مو بسيطة هاي باوا أشوف الجملة مثبتة لو من فيها من فيها من القناة إذن أتعامل way Neither هاي أشيل So do I Neither do I No Neither did I إذا هنا رح تصفني do إذا هنا رح تصفني do إذا هنا لا تصفن سهلة شه تروح تشوف الشوف اللي بعد ال not القبل ال not إذا do أستخدم هنا do مو did يعني do لو did أستخدم حسب اللي هنا موجود الفعل المساعد هنا فعل المساعد do إذن Neither do I ما أقول neither did I دربالك إذا هنا عدك did أستخدم Neither did I إذا عد هنا do أستخدم Neither do I افتهلناها عدي نموذج ثالث قال لي My favorite hobby is is swimming السباحة هوية المفضلة هي السباحة قال لي agree to his preference وافقة بالرأي زين الموافقة بالرأي قلنا إذا جملة مثبتة وإذا جملة من فيها شنقول هنا عد شنوة My favorite hobby is swimming جملة مثبتة ما بيها not تمام هاي شغلة شغلة الثانية بيها is or am نعم بيها is فأقل له My favorite hobby is swimming so am I يعني وانهم so am I هذا كل ما في موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الموافقة وعدم الموافقة أتمنى أن استفاديتوا شفتوا الدرس بسيط أخذوا ملاحظات على طريقة تفصيخ الجملة شلو أن نفسخها سبانة وكذا تمام أصدقائي نجي هسا للتمرين الخاص بالمحافة هذا الثالثة اللي على هذا الموضوع اللي هو agreeing disagreeing الموافقة وعدم الموافقة وطبعا هو التمرين A قال لك choose suitable sentences to answer the speaker اختار يعني جملة مناسبة حتى تجاوب speaker والمتحدث إيش قال لك قال لك I love chocolates number one أحب I don't like her stories ما أحب horror stories القصص الرعب I'm not afraid of rats أنا ما أخائف من الرات My mother is afraid of dogs هم يخاف من ال dogs الكلاب أجل لكم الله خامسا My favorite stories are comedies يعني قصصي المفضلة هي comedies وقايل لك اختيارات طبعا هذا مهم جدا بالامتحان الوجاري ومو شرط انه يطيك ذلك neither do I neither am I so do I I am I don't mind them so am I I don't بأنه مو شرط يطيك يعني بالامتحان تمام خلي ببالك هالشي بشلون نجاوبهم باوع I love chocolates تقل لي so do I يعني أنا أيضا هاي توافقة أو تقل لي I don't يعني أنا ما أحبهم لو توافق لو عدم الموافقة لو تريد توافقة لو ما تريد توافقة براحتك لو تقل لي so do I أنا هم أحب بالشكيات لو تقل لي I don't أنا ما أحبهم فموافقة أو عدم الموافقة I don't like her stories ما أحب قصص الرعب شي تقل لي تقل لي neither do I ولا آني تمام تقل لي ولا آني Neither do I أو تقل لي I don't mind them يعني ما عندهم مشكلة هم أحبهم عادي تمام فلو توافق الرأي لو تخالفه بالرأي الثالثة I'm not afraid of rat ما أحب يعني ما أخاف من الرأت شي تقل لي تقل لي Neither am I ولا آني أو تقل لي I am يعني أنا أخاف منهم تمام يعني لو توافقة لو ما توافقة هم ناس الشي الرابعة قال لي My mother is afraid of dogs أمي تخاف من الكلاب شي تقل لي تقل لي So am I وأنا أيضا هم أخاف من الكلاب أو تقل لي I don't mind them يعني I don't mind them يعني ما عندهم مشكلة ما أخاف منهم تمام الخامسة تقل لي My favorite stories are comedies My favorite stories are comedies يعني قصص المفضلة هي الكوميدي كوميدية تمام تقل لي I don't mind them I don't mind them I don't mind them So am I تقدر تقل لي I don't mind them يعني ما كرههم تقدر تقل لي So am I تمام يعني أنا هم تريد خالف الرأيب راحتك أو يعني تتفقيا فذني هاي جواب السؤال A اللي على الموضوع الموافقة وعدم الموافقة فإن شاء الله استفاديتوا وشفتوا الدرس بسيط نلتقيكم في محاضرة أخرى إن شاء الله من محاضرات صبت الثالث متوسط الوحدة ثافافة مع السلامة